اشتركوا في القناة 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 هو مولود الميزان تتحسن المعنويات وتخذك الأحلام نحو البعيد وتعرف نشاطاتك المتعددة ربما سفر ودراسة مهمة وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة أما العاطفة تحاول أن تدعم الشريك أو ربما دعم أن الشريك سيكون أكثر مما تتوقع يسود العلاقة بينكم ورموما تحاول أن تتفهم عدد جدا كبير سيحاول أن يحسدكم والمقربين والمحيطين حتى لكم طبعا الصحة عوارض أي مرض قد تطرأ فجأة لذا سارع فورا استشارة الطبيب مولود العقرب لا تخاف على مستقبل طبعا مشاريعك هي التيب الاتجاه الصحيح وما عليك إلا تهديئة عصابك والتروي أما العاطفة تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقات بالشريك وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفتها بالشكل المطلوب الصحة لا تتدمر من عدم طبعا تنفيذ طلباتك فيما يخص بالطعام في لائحة واضحة حفاظا على صحتك وحفاظا على الرجيم وطبعا أو الدايت اللي أنت متبعة مؤخرا ومسألة الهارمون الواضحة معاك جدا مأثرة حتى بعد أنه تتحاول أنه تروح إلى الرياضة مولود القوس أنت مدعو اليوم إلى التروي والمحافظة على الهدوء وقد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف والعرقلة ربما تحاول أنه تفقدك الصبر وربما توقعك في القلق من العاطفة لا تتصرف مع الشريك بجفاء والتطورات كثيرة في العلاقة بينكم بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليا طبعا الصحة بفضل العلاج الناجح والفعال اللي راح يوصفه إليك الطبيب راح تحاول أنه تتخلص من الآلام اللي كانت أو كانت تصيبك بكامل الجسم وهذا هو كان ربما من مفعود ليوسة والحرارة اللي كانت من طبع هذا المولود إلى مولود الجدي سريعا قدرتك على التكييف مع أجواء العمل الجديدة من شأنها أنه تسهم في فرض حضورك بقوة أما العاطفة تحاول التلاعب على الشريك لكن الثمن راح يكون غالي جدا فحاول أنه تحسب حساب الرجعة ولا تغلق كل النوافذ والأبواب والصحة لا تدعو مرتفة توتر أعصابك ولا تستدرجك إلى ارتكاب الأخطاء وربما أتكلفك غاليا طبعا مولود الدلو راح تحاول أنه تعيش يوم جيد راح يزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معنومات جدا مهمة وأخبار سرة وربما تتعلق بوضع اجتماعي والمهني على السواء أيضا أما العاطفة لا تكون لئيم مع الشريك في تعاطيك معه قد يفاجأك بتصرف مماثل غير متوقع والصحة السعين بخبير تغذية هو قادر على وصف العلاج الناجح للتخلص من السمنة أو ربما من النحافة لبعض الوجوه من هذا المولود بالطريقة الصحيحة ومولود الحوت قد ترى اليوم أن الأمور تطلب مواجهة الحقائق وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدرتك والعاطفة يجب أن المحافظة على نمط واحد من التعاطي مع الشريك والروتين ليس في مصلحتكم وطبعا راح تحاول أنه إذا كان على الصعيد الصحة تعرف يوم أنه الراحة الجسدية تحاول أنه تقرر ترك العمل الإضافي اللي راح يتعبك وحاول أنه يعني يجهد البدن بطريقة جدا كبيرة وهذا هو ما كان متوقع من عندك أخيرا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرس توقعات الفلك لهذا الصباح راح ننتقل وياكم إلى القسم الآخر من اتصالاتكم ومشاركاتكم أهلا بكم أول اتصال هاتفي معي مسلم من الديوانية صباح الخير مسلم مرحبا أشهرونك مسلم شخ بارك الله يحمدك اي خليك يا ربي ويانا أخبارك مسلم شكرا تبطع لي وغالي شوية عبارة ولا شوف شنيه ومحا يلا منعيوني صار أربعة وخمسين اي مولد أربعة وخمسين هي اي شهر السابع يوم ودعش اه يعني خنقول بشهر السابع هي هدعش بي اي تمام مولود السرطان راح تصير تمام وراح تكون طالع حالقمر وطبع حماي اي تمام شوية وبحص راح كلش تعبار يعني فترة فترة طابعة يأ تعرف ساعة الولادة عزيزي مسلم لا والله إذا نشتون بيج حالة وحنا لازم ناخد ساعة الولادة حتى نقدر انه نحدد الوجه اللي يناسبها زين مسلم يعني ممكن نساعدك بهذا الموضوع ممكن انه احنا ناخد الاسم ونحاول انه نفككه ونطلع يعني الاسماء او الحروف اللي راح ممكن تقودنا الى اسماء محددة حسب حسابنا الفلكي لكن اذا راح وجه من الوجوه الى وجه الاول والثاني والثالث هذا احنا تعذرنا بي لانه قلت لك انه ساعة الولادة غير واضحة معانو هذا هو ربما يتطرق بس احنا عامة نحاول انه نلقى الوجه اللي ناسبها يهتم عزيزي مسلم اي تسمعني مسلم تسمعك تسمع جوارش اي مسلم يعني انا مو مسؤولة اذا ما طلع الوجه ناسبها لانساعة الولادة غير موجودة لكن نحاول انه نصل الى وجهها تمام عزيزي اسماء مسلم يعني اني واضح معي تحت المتوسط من البطول صح تمام تمام وصاحبة وجه مستدير يعني وكأن تكون عندها منطقة الحنة شوية كانت وابحة قبل صحيح تمام تمام اكو شيء كان يكون شوية او اشارة محددة في منطقة الرأس او الجسم لا لا ما اخيش ما عدتها هذا الوجه الثاني لذلك انا قاعد اشوف لك هالموضوع وتكون صاحبة قدم كف القدم والايد نعمات يعني هيتش حلوات نعمات من كل شكل صحيح تمام اهنا خلينا نتوقف يوم هذا الموضوع هذه السيدة اللي طالع معها شايفة اهوال كثيرة يعني متعرضة لمشاكل متعرضة لي صحيح هبطة متعرضة لي نعتبرها نكبة طلعت من عدها بطريقة عانت من عدها هواية تمام مسلم طيب تشكي من فقدان شخص عزيز او ربما فقد لكن شيء فاقد من عدها هذا الموضوع ولا زالت انه لا فقد شيء نعم لا زالت هذا الموضوع معلموياه وجدا يحزنها في لب داخلها لانه سبب آلامها وأوجاع هذه المولودة من داء هو داء للألم اسمه طبعا الحزن الحزن اللي هو اكو اشياء مجلدات نحتي عن مسألة الحزن اللي هي كل اشتالفة معها واي قضايا من ضمنها طبعا الانسان مو إلا يموت بالدنيا ربما يعني الموت وانتقل الى العالم الآخر لكن داخلها تشعر انه هي فاقدة شيء كأنه مثلوم من داخلها هذا الموضوع جدا معلم معاها صحيح فاقدة هذا الشيء طيب فيه شيء كنوبكاء أو تدمر أو ندم أو شيء هالشكل الموضوع معاها هي هسه اي صحيح تمام اسمعني عزيز انا دعم ندمار على الشيء ويتش الشيء يعني هذا الموضوع واضح ويا يا جدا صحيح صحيح للعلم يعني احنا قبل نروح للأمور الإيجابية يعني نحن الله سبحانه وتعالى بعد عمر الخمسين هذه المولودة تحظى بحجة بيت الله إذا ما كانت حاجة وكأنها تروح إلى مرقد أو زيارة كانت جدا تتمنا وهذا الموضوع حيال واضح معاها حيال الخمسين إن شاء الله شوان حيال الخمسين من عمرها خمسين يعني تروح الزور بعد الخمسين من عمرها اتهي مكتوب لها زيارة قبر النبي طبعا هذا الموضوع جدا واضح ويايا وإن كانت تشكو من شيء في منطقة طبعا من العامود الفقري أي من منتصف الخصر إلى أسفل قدمها كلش موجوعة من هذا الموضوع كلش والله في المتابع حيال وعدها انتفاخات وكأنه أشياء مثل الماء اللي يسبح بمنطقة الحوض إلى أسفل القدم هذا الموضوع جدا واضح وياها منطقة اللي احنا نسميها بالعامة كرشة الرجل أكو شيء انتفاخ كأنه صاير قطعة واحدة يعني رجل؟ ايه بي وجع بي وجع اسمعيني هي موجودة معايا إذا قالت اسمعيني أتمنى منعدها أنه تترك أكل اللحوم الحمراء والبيضاء على الأقل مدة أسبوع هو المتبع لكن أنا أقول لش اسموعين فارك تي فارك تي لأن القضية اللي واضح معاها طبعا يعني احنا أكو شيء يعني حسب الفلك اللي احنا شيء يقال لها الطبيعة بالطبيعة تفرح اللي هو شنو؟ اللي أنه منطقة الأملاح كلش واضحة معاها وهذا الموضوع يعني كلش مبين معاها وبالناقص من العظم واضح وياها الكاليسيوم وها القلايا قام لتحليل؟ عمل تحليل؟ عمل تحليل؟ ام سوية تحليل لنسبة الكاليسيوم بالعظم؟ تحليل يعني؟ ام سوية اي؟ أدها هيك تحليل؟ ماذا قالوا لش بالتحليل؟ لش قد ناقص؟ بقدي عم قالوا لش طبعا 40 بعناها فعل الأقناقص كلامي دقيق كلامي صحيح؟ صحيح طيب سمعني عزيزي يا مسلم العلاج جدا وإن كان شوية راح يطول لكن إن شاء الله يا ربي بيحول الله وقوته هذا الموضوع راح يعطي نتاء جدا إيجابية وأنا بشكل شخصي طبعا مع والدتي كان هذا الموضوع والآن الحمد لله وشكر بدته إيانا وارتزمت وهي الآن بأفضل حالاتهم راح أسجل هنا معايا طيب مسلم رحيم للرجل رحيم حضرتك لا مسلم رحيم مسلم رحيم طيب ممكن أعرف اسم إيش اسم الوالدة قبيلة إيش قبيلة قبيلة اي من الرما تعب شديد من الأملاع معاك عزيزي بس أسجل طبي اسمعني عزيزي ممكن تتصل بينا إن شاء الله من نصف وإن هنا أنا من نصف من نصف ثواني أستاذ مسلم إذا تسمحني من نصف الجسم إلى الأسفل سمعني يعني أنا على الأقل على أسبوع القادم إلى ألراد تعرف هالي محتاجة تقطير محتاجة أشياء للتقطير والتركيب معناها شوف إحنا نتوله تلاحظون أنه إحنا بدينا نروح على الطب البديل أكثر لأنه هو عبارة عن زيوت طيارة وزيوت مركزة تدخل إلى العظم وتنفذ إلى الجسم بدل أنه ناخذها من طريق المريء ومن طريق المعدة وتدخل منها إحنا نبدأ من الخارج وبعدها من الداخل بما أنه هي عدها نقص في الكاليسيوم والعظم وهذه الكتلة كل شوات حويانة إحنا شو راح نسوي راح نبدي من الخارج راح أركب طبعا أنا ضفتها مع الأوجاع والأمراض اللي إحنا إن شاء الله كل المواطنين راح ينتظرون لالعلاجات بعد يومين الثلاثة من الأسبوع القادم راح تتصل عليه تذكر للحالة راح تكون موجودة معايا هنا أنا على الحاسبة راح تنزل وراح أقول لك شن الأشياء المتبعة وحول الله وقوة إحنا متأكدين راح نسمع منكم أخبار طيبة تتصلون شوف أنا ما راح أقول لك راح تشفل مرأة سريعا لكن نبدي وياك على الأقل ولو 30% ونتواصل معاك ستيب باي ستيب إلى أن تحصل على النتيجة تعرف أنت بناء العظم وزيادة الكاليسيوم شيء مسهل ويحتاج إلى وقت أضف إلى ذلك مسألة الطبيب شنو خبرك الطبيب أنه تأخذ هي يعني قواتي هالجيرت الأمراض وهاللوموت وطفاح أها أي مادة الكاليسيوم والحديد اللي هي ممكن يعني أي لكن عامة خلي تبتعد من الحمراء الحمراء والبيضاء تبتعد منعدها لأنه أيضا الأملاح يسوي مشكلة مع هذا الموضوع تمام على الأسبوع القادم إن شاء الله يعني ما أدري الأخ المخرج كيف هو لأنه أكثر بخط مفتوح والكل يزعل ما الأدنى بعد يا المسلم يلا تفضل 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 باختي صار شديد أخ مسلم تفضل عاما أحاسب أو عاما ما الله الإعلان براية باختصار طبعاً أكيد باختصار باختصار كأنه يعاني من شيء محدد في اتجاه الدراسة أو هناك عارض والعارض ربما يعالج من شخص متوسط بالطول والقامة رح يساعده أو ربما هناك إضافة وربما يكون معالج جوانوائي للأخير غير مواضيع حتى لكن عامة الأمور إيجابية وإن شاء الله يا ربي تمام يعني البشرك على الخير شكراً جزيلاً لك عزيزي مرحبا إذن اتصال هاتفي آخر ألو السلام عليكم ألو مرحبا سلامت تمام ألو آلام من أربيل شلونت الله يسلمك اللولة شلونت شخبارت ش وين هالغيبة الله يسلمك برحة حصريك وانتبع عورت البعحة لا لا باعي آلام وإحنا باعي مذكرنا على الجو أنه أنت محظوظة وكذا وكذا فهذا هو هذا الليزر اللي يضربه لشيا أكيد يعني حسدتي حبيبتي آلام يا أهو سملاً شكراً جزيلاً في الدول ويتشيح بيبة أنت شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً عيوني عيوني لولة يلا سوال فينا لولة ستسميت أنت قلت لي على بنتي نور قلت لي راح تطلع درد يعني 80 وفوق فهي جابت 87 آه كلمي دقيق شاً أي يعني من ثمانية 85 أو فوقها يعني شوية درجة كل الحلوات 7-8 كلامي دقيق آلاء شن رئيس نعم شاحت قولين الذول المتابعين يعني على كل الش ما تقولهم والله كلامي مش مليون مليار هم ماتين بالمئة فدو الوجشة حبيبتي آلاء قلبي أنت ربي حفظت يعني بعد رب العالمين يعني صحيح يعني كل شيء قاعد يتكون لي يعني قاعد يعني يصير حتى لمو مباشرة يعني في فترة اسبوع عشر سيامي قاعد يبين يعني ربي يحفظت يعني حتى تبين رواعح مالي في المفاجآت فدو القلبي حبيبت قلبي آلاء فدو الوجشة ربي يحفظت يطول عمرك وخلوقك والجنين وأني أتمنالك كل السحادة وأتمنالك تشرب بالضضاء عن نفسك وعن حالك وعن أولادك أميس على موضوع أميس بسيلي أكل الماء الإلهية هو يعني بيّن ويا إن شاء الله صغل وبدأ يعني أموره تتحرك على الرغطية على الجلد الأحمر جيد بسيلي يعني لسه بلوث بإيضا بسيلي يعني الحمد لله إنه أكو حركة وأكو إيجابيات سواء هو أو همام جيد أحسن أنت ما أشاء الله باعي آلاء نعم إحنا بكرة بكل الأحوال ضرورية تتصلين لأنه باقي يوم ونصف اليوم لمسألة اللي كان عنده تجارة وخسرها إنه للعلم يعني أتمنى أنه أهديها لكل الأشخاص اللي هم هالشكل يعني للعلم يعني أكو أشياء وأرقام علم الأرقام اللي هي تجذب الطاقة والحظ وتكمل الأشياء وإنتي سألها خب أنت يعني أنت مجربين الآن أنا اللي ابن يماء يعني بتلمسون هاي الأشياء تعرفين هاي مثل الكهرباء إذا صار هذا الموضوع اللي حملها وهي الأشياء اللي إحنا سويناها ثقي بالله يعني مثل الكهرباء مثل الطلقة إنه بالأرزاق وبالفتوحات اللي كلش أتمنى الكل يحاول أنه طبعا بعد اليقين لأنه تعرفين الطاقة الإيجابية أنه إنتي لما تقتنعين بيها راح تلتسق بي شواء إنتي إذا ما صدكت حتى الدواء للطبيب اللي تروحي له إنتي ما يقتنع بي ما راح تشفين من عنده فنصف النجاح أنه إنتي تثقين بالطبيب المعالج اللي هو راح يشرف على حال تشواء يكون على دراية مع يعني بأحوالك يعني الحمد لله أنيس يعني كل يعني بيّنت صارت سديدة اتصالات صارت مواعيد صارت حركة يعني وهمامنا في الشكل هماتين يقول الحمد لله والشكرت يعني تحركت أممنا بعد أن كانت واقفة الحمد لله أو بسحتي لأصارت أنه أكو لقاءات ومبروحات جيات يعني يقول كلك بسحر إن شاء الله يعني بسائر يعني خير يا ربي للتوفيق إن شاء الله بس لسا بعد هذا الموضوع إذا حدث واتحد الأرقام الصحيحة بالأعداد اللي أنا ذكرت إليها نعم راح أصبح جزء مهم من حياتكم يعني لا ترمش إنه بس راح أعطيكم هذا خلي كمل علي ورح تشوفين يعني أنا أكو شخص رجال أعمال على مستوى فقدوا أعمالهم بسبب الطوالع السيئة والمريخ والحمد لله عادت أعمالهم بأحسن مما كانت عليه مع هذا الأوفاق والأرقام الإلهية والعلوم اللي إحنا تحدثنا عنها لسا إن شاء الله بجميزان حسنا إن شاء الله بجميزان حسنا يا ربي كان همام هم من إلسي لو بسا للإثنين لا 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 للإثنين لا للإثنين لأنه هي هاي أنا حجيت لك قتلك آه لا بس يصير أشياء التصلبية حتى أكمل الباقي هاي للفتوحات ثم بعدين للتنفيذ والعمل والتثبيت لأنه تفقد تعرفين تفقد حتى تثبت هاي الحالة بجميزان حسنا يعني إن شاء الله على فديوم وإنهتشي وتعودين الاتصال بنا ومنعيون أصاق الدللين أعلى الغالية نورتين أسعى تنا تكتران جزيلا حافظتش ربي قليبي أنت وألف مبروك على نجاح البنت إن شاء الله نعم إذن معايا اتصال هاتفي آخر ألو ألو صباح الخير فاطمة فاطمة صباح الخير ألو فاطمة ألو ألو مرحبا ألو مرحبا ألو صباح الخير من معايا ألو فاطمة بعدش فاطمة ويايا إيه عاني إيه ألو ألو اسمعك عبيبتي اليوم ما شاء الله اليوم احنا اعتقد الحظ اللي اسمه فاطمة يعني ينقطع الشخص وتجينا نفس الاسمه اللي هي فاطمة يلا فاطوم صباح الخير صباح النور حبيبتي شون عالي بقيت قلبي شخ بارج والله الحمد لله دوم إن شاء الله الخير يا ربي من وين فاطمة انت؟ أريد برج منذ القاو أه عرفته شكيت بلقى انت يا شهر بالضبط حتى نتأكد ثلاثة عشر شهر الثنعاش ايه تماما أحسنتي بعلان القاوص صغر لها عشر تشهر من الزوجة والحكي لان معتها طفل ايش اسمها؟ نبأ نبأ اذا للأطفال؟ اي اي للطفل للأطفال ساعة الولادة تعرفيها عزيزتي؟ طيب بالعشر بالأطفال بالأطفال متأكدة؟ قبل الثمانية سيد فاطمة كلش مهم معرفة ساعة البلادة لأنه من خلالها هواي أشياء خصوصا انت تتحدثين عن طلب كلش مهم يعني مثل حالة صحية حتى نشخص الحالة معها كلش مضبوط ان شاء الله تمام؟ يعني يلا اذا ساعة الولادة مو مضبوطة معاتش يعني محتملة تروح على الوجه الثاني وربما تطلع أصفات مشتركة من الوجه الأول والثاني معها ذا كنتم تابعتني هو يعني يمكن الوثمانية لحد ايجي فترة الاشرة هيجي يلا نحشي يلا تمام يلا نبأ شوفي اللي واضح معايا من نبأ فوق المتوسط من الطول شوية تمام؟ معايا فوق المتوسط من الطول يعني مو متوسطة فوق المتوسط اي اي عودها حلو لا مليانة ولا ضعيفة يعني زينة رفيقة اي هو دا اقول عودها حلو لا ضعيفة ولا جسمها مثالي ان شاء الله اكو عدة صفات مشتركة مع الوجه الأول والثاني لكن عامة كأنه شيء جميل يميز عن بقية الوجوه في منطقة الشعر اكثر شون يعني؟ الشعر اكثر منطقة الشعر اكثر جمال لا الشعرها خفيف والله اذا الوجه الثاني انا قلت لك انه اذا صفات الوجه الأول والثاني هالشكل اكيد راح تطلع شوي تختلف على الأول والثاني عامة شون شون نسألة الإنجاب أو الأطفال هي نعمة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله وهذا الموضوع اللي طالع معها بالسالب من السالب من السالب اي شيء انه هي سرق لطاقة او ربما كان يوم القران او الزفاف في ساعة ما كانت جدا مناسبة او طبعا احنا مو الكل يعلم بالساعات السعيدة او الساعات النحزة او الامور السفر وغيرها لذلك تتولد عندنا هواية مشاكل من عدها منع الانجاب منع تأخر الحمل منع عدم الزواج وهكذا المواضيع اللي واضح مع هذه البنت انه ساعة الاقتران او الزواج او الدخول كانت في ساعة مو ايجابية لذلك تأخر معها الحمل وهذا الموضوع للعلم هي في طالعها اثنين اجنة اطفال واحد يسقط والثاني هو الثابت معها هذا الموضوع راح يبدي معها على اكثر تقدير على اقل تقدير راح يكون بعد اربعة شهر من الان بعد اربعة شهر من الان راح تبدأ الامور ايجابية معها ان شاء الله سليمة معتها اي عوارض لا سامح الله لكن هو هذا ساعة الاقتران او الزواج او الدخول الرجل مع الزوجة او البنت كانت هي المسبب للتأخر الموضوع جدا ايجابي واذا تحبين انه الامور تستعجل او تحبين ان الامور تكون احسن ما يعني اي رام خلي تسمع لي سورة مريم تقرأ سورة مريم تقرأها كلش مهم ما قدرت تقرأها تسمعها في اذان هيكون جدا افضل معاها واتواضب على اكل التمر ساعة ستة العصر او الفجر كلش مهم هذا الموضوع لانه والله سبحانه وتعالى كلش خلى اشياء ايجابية مع هذه الموضوع بالنسبة لمسألة الحمل والقراء ولكن الله يبشرها بعد اربعة شهور الى خمسة شهور او ربما ثلاثة اكو امور جدا ايجابي في تغيير هذا الموضوع وقلت لش ربما يكون مولوديا الاول يسقط الثاني يثبت وربما يكون واحد لانه هو الفلك اللي علم معاها من قرن الحمل لبعض التفاصيل اللي توضح لها هذا الموضوع جدا سليمة معافاة الحمد لله والشكر لكن هذه المسألة الشعر الدهني اللي واضح معاها لانه نقص الزنك اذا تتوجه الى مسألة الحنة والزأبق تخطة راح يترجع عفية الشعر لانه هي مقبلة ربما على رضاع وطفولة وامومة وهذا كل ربما يساقط الشعر منها تعرفين انت المرأة تاج الشعر هو تاج المرأة هو شعرها خلت توجه الى الحنة والزأبق وشوف في فوران الشعر راح يكمل عدها وتخف حتى مسألة الدهنية اللي موجودة في شعرها ومعافاة ان شاء الله مع تغير العافية يا ربي اذا صار هذا الموضوع يا ربي انه تبشرون او تفرحون وما تدري نجوز بعد شهر جوز بعد عشر تيام يعني عامة الامور وياها ايجابية لتخافين ما في اي شيء يعني مترع الدكتورة؟ والله الموضوع اللي انت متروك احنا كاختصاص هنانا كفلكين نحاول انه نقرأ الطالع الموجود هذا هو طالع حال يقول هي شيء تحب تراجع الدكتورة خلي تتوجه الى الدكتورة ما في اي اشكال لكن عامة راح يكون وضعها جدا سليم اللي كإنسانة كمولودة امامي الان جدا نظيفة مع هذه عوارض والباقي بعد متروك لكم انتو انتو ذا تحبون تشيكون فهذا الموضوع يرجع لكم انتو بعد الموضوع في منعبكم يعني العفر دا سألت دول استمرت ستة تاكله؟ باعي ستة العصر او الصباح على الريق يعني هي مماكلة يعني ستة او الصباح على الريق؟ بالضبط هالشكل اما تريده هيتش اما تريده هيتش معاه المواضبة على سماع صورة مريم جدا مهم هذا جدا مهم يعني يومي تقرأ صورة مريم؟ وللعلم اول المواليد رح يكونون ذكور اذا واضبت على هذا الموضوع يعني شون؟ يعني اذا واضبت على الموضوع والله رزقها اول الاولاد رح يكون عندها ولد ولد؟ اي يعني اذا واضبت على سورة مريم للعلم ان شاء الله ان شاء الله خير حبيبت قلبي يا اهلا بيج ستة فاطمة حياتش الله اهلا وسهلا بيج نعم نعطي صار هاتف اخر الو الو مرحبا ستة الو مرحبا فاطمة شلونت؟ أهلاً بي. فطومة شون هكربة لليوم؟ الحمد. أي خليت يا ربي كل الهلة بمتابعين والمحافظات العزيزة وينما تكونون حياتي الله أهلاً وسهلاً بيك فطومة شلونة؟ وبيتك فك فطومة. عيوني الغالية شون تشخبرت عينتي. عفيتك. الله يسلمك الحمد لله. يا ربي دون. أي فطومة؟ أي فطومة. حابسي بالشعلة بخصوصي. أي عن شنو؟ عن صيبك وش تصارحني. يعني حاب أعرف أكروت باب وهو صادق بنيتك أو لا. بس أكفي فاطمة. أنت مسألتين عن القرآن وخطوبة وزواج قبل كم يوم؟ شون؟ أنا ممتازة. صوتك. 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 فاطمة. وين دي رح صوتك؟ أقول الشيء بخصوص أخوان. أنا ممتازة. تمام. أي. هسا شون تطلبين؟ هذه المرة إلي. أي. يلا. أي. أقول الشخص يعني فارحني. أريد أعرف يعني ميتة صادقة وزالة. أحنان سنانسة وزالة. أي حسنا. أي حسنا. أحنا كذلك تاريخ ميلادتش؟ أحنا كذلك الحامل. كنت الحامل. كنت الحامل؟ نعم. قلت عشب مريخ. طبعت شناري؟ نعم. دعني نحسن. ساعة بلادة. كيف حبيبتي فاطمة؟ بثمانية. إثمانية مساء. نعم. تمام. أفوا. يلا فاطمة نعم فاطمة هذا الشخص كأنه يشتغل في مجال سيارات كأنه فيتر سمكري شيء يعمل بالسيارات عند ارتباط بالسيارات لا لا تمام الحمد لله مزين ما كان هذا شوفي بداية الآن النية سليمة الآن النية سليمة ولكن القلق القلق اللي صايبت لأنه انت هس في حالة من القلق والذهول بين أنه أني أصدق وبين أنه أني لا هذا الموضوع خلي شوي أصبر عليه وخلي أشوف بس للعلم هذا الشخص إذا تدين تاخليه من عنده حق وباطل ما تاخليه من عنده غير 35 أو 40% لأنه هو مكاذب ولكن أموره ناقصة نعم هو يتمنى ويريد ويريد لكن أموره ناقصة أما مسألة النية فالنية صافية واضح شنون نية ما عنده هو الرجل أي دغش معاش لكن أموره مو كاملة عزيزتي كاملة مو كاملة كأن يكون مادي كأن يكون معنوي لكن أكو عنده في القضية أو مشكلة هو ديعاني من عندها وربما راح يصارحش بهذا الموضوع راح تفتهمين وضعه شنو بالضبط حتى تقدرين هذه الأمور لكن الأمور والنية معاش هو فعلا الرجل ما عنده أي دغش وما عنده أي أنه يعني داخل من الباب مثلا من نقول وإذا قبلت بالعرض اللي راح يقولشيها لسه راح يفاجع مو يفاجعش إنه ما يصارحش بهشيء إذا وافقتي القران قريب نعم يعني أكو يصير نصيب مو دا قلتش النصيب متوقف عليك أنت لأنه راح يخبرك عن حاله راح يأخذ رأيك بشيء قلتش أموره مو كاملة أكو شيء ديعاني منه أو معطلة هذا الشيء يعني راح يأخذ رأيك بهذا الشيء إذا صار هذا الموضوع بالحرف الواحد اتصل بي حتى فهمتش بعض القضايا شنة اللي ممكن أني أساعدة إلي نعم تمام بس هي حميك بالمياه فضيقان يعني ما بين صدقاء وبين اللقاء يعني يعني هيت آه أنا ما كو شيء نضب علي فطوم اي حبيبتي اي ستنعي حبيبتي حبيبتي في الدول قلبة شعيوني انت شوف البنات يا مياش قاد بالليل تعالي شوفي هال شنون وذاك شنون يعني والله ما نعسى بس شنسوي يلا بعد شنسوهم بناتنا يدللون عني أنا تسنمي يا ربي حبيبتي قلبي الغالية في دول قلبة شفطهم عيوني عيوني الذهب انت فطهم نعم اذا انت صار هاتي في آخر ألو الله الخير سهاد من كاركوك شخبار السهاد الله يخلي يتشانف في دول وجهتش ربي يحفظ السهاد شغال صالش ما متصل علينا والله تعابت تعابت حين صدق والله والله العظيم يعني عني ثلاث أرقام أخاضر وما أحصد يلا اليوم وحنا سعيدين جدا باتصالك وسما أخبارك وصوتك اللي جنن حبيبتي انت الغالية والله ما مصدق ما مصدق حسويا يعني ما مصدق هسا انت اي والله حبيبتي حبيبتي بدول قلب السهاد الآن اللي جدا سعيدة بمشاعرك الطيبة النبيلة وتواصلك الراقي ربي يحفظك ويحفظ كل بناتنا الحبابات اللي قلبهم كبر الدنيا الله تخلي فرحياتي عيوني سهاد إذا 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 تخلين فرحتك كاملة وإحنا فرحانين بيج واخريني من التلفزيون واسمعيني من الهاتف وهم ماكو كهرباء لعشون هذا الصدق فاتحة سبيكر استدي لسبيكر حتى أسمعك والله يلا يلا حبايب تعالي مواليد خمسة دعش خمسة دعش منو معايا منو الخمسة دعش أنتي سهاد مولود العقرب طالعتش المريخ طبقتش مائي تمام شو رح تسأليني يا سعاد والله على موض الحمل والأنجار عندي طفل واحد أنا خمس سنوات طيب قدر أمر سهادش قدر أمر 73 مواليد تمام المريخ الأولاد يلا ساعة الولادة تعرفيها سهاد والله هي من العشرة لقم عشو الصباح مضبوطة اي نعم هي والله سمعتها من أخويا ما أعرف سهاد تعرفين أنت إحنا ساعة الولادة جدا مهمة بحياة المواليد بضربط نفس رقم الهاتف اللي ممكن أن تتصلين على أحد هاتف تعرفين أخبارها فإذا ما كان مضبوط ممكن إذا أنت كنت تتابعيني كنت تعرفين ممكن أن يروح للوجه الأول والثاني إذا طلع راح على الوجه الأول والثاني مو مشكلة المهم أنه نقص صفاتك بالأول تمام وعلى المدرزق همينا رزق حيو قليل تمام يلا سهاد خلينا نسوالف حباين سهاد اللي واضح معايا متوسطة من الطور والقامة تمام مو قد لشي شوية أقفر اي بدأ قول متوسطة اي نعم لا طويلة ولا قصيرة حل الوزن عندك اي نعم وأيضا صاحبت جسم حلو مثالي ولكن عندك أشياء تضاريس حلوة يعني تضاريس تعرفين الباقي انت اي نعم تمام صاحبت شعر دهني خفيف مؤخرا نعم تمام نعم نعم تمام 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 كنت تلوني مؤخرا انه واي على ميش او هيتشي اي نعم تمام اسمعين يا عزيزتي يعني مولود العقرب او مولودة الاقرب شخصية جدا غريبة شخصية جدا قوية شخصية قيادية اذا كان الاقرب رجل واذا كانت مرأة هذه الشخصية طبعا يعني مارد نروح للصفات بس حتى نحدد سريعا بتفهمين شون القضية بالضبط تعطلي كثير بس ما تاخذ الا القليل لكن الله سبحانه وتعالى بعد الاربعين الاربعين ربما تعبر هذه الفترة العمرية القدر يندار معاها حالها كله يتبدل تتغير امورها وتبدي يعني شوفي من عدهم من كان اساسا ربات بيوت لكن القدر انصفهم وراحوا على غير مسار وتغيرت حياتهم نحو الاحسن مولودة الاقرب بالذات انتي اكو نقلة جدا حلوة وإيجابية في حياتك على صعيد المادة جدا يسموها شون احنا دتاكين بنفسك وانتي وساكت يعني قليل لكن راضية بقدرج بس بس الله سبحانه الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى رح ينعم معاك بنعمة تكون من طريق الصدفة هذا الموضوع جدا امعلم معاك مسألة الأولاد والإنجاب الله سبحانه وتعالى كاتب في طالعك ذكر واحد نعم ذكر واحد ولد واحد عندك ولد نعم من الإناث ثلاث إناث ممكن أنه يكونوا معاك اثنين توأم إذا كان الاقتران أو اللقاء مع الزوج في طالع معين هو زوجي توأم هو زوجي توأم لذلك دي يطلع توأم في طالعك وربما هو هذا الشخص الثاني من التوأم عامة عندك ثلاث إناث لكن بعد سنة من الآن إذا ما كان معاك يحمل ربما تكونين مو عقيمة لكنه ما تستطعين الإنجاب إلا بطريقة معاكسة للطبيعة هل تفهمين شونه أقول نعم تدرين ليش نعم لأنه الخاتونة الخاتونة اللي لاي ما بظهرت كلش امتعبتش يعني عندك تابعة جدا قوية وهذا الموضوع حيل واضح حتى من طريقة عيونتش من طريقة عيونتش يا حبيبتي أكو تقعر تحت عيونتش حبيبي نعم هذا الموضوع باعي وخلينا أقول تشسر هني المفروض ما أذكر هاي الموابع لكن تحسين أكو دفرات كأنه حركات البعض يقول لا هي لمعا بس أكو حركات تكون فوق أو تحت الكلة أحيانا صحيح وأكو أشياء ما رد أذكرها أنا بين شلون الغازات لتشي طبعا للضبط كأنه حركة الجنين في بطن الأم لكن على جنب يصير صحيح كأنه يعني بالناقص معها اللي أتمنى من عندك قبل أنه نبدأ أو تبدأ مرحلة نحن ننسى إن شاء الله لا سامح الله لا مرحلة الليأس ولكنه هذا العمر وهذا الله سبحانه وتعالى مخلي كل شيء يعني أوان سريعا لازم نخلص من هذه التابعة الموجودة توابع هي مو بس تابعة ترى توابع الكل يكون معه حتى الأطفال الجنة المواليد الكل إليه يعني هذا الموضوع وإحنا سيدنا موسى عليه السلام كان يحارب هذه المواضيع فالحروز السليمانية اللي ممكن أنه تتصنيم بي مرة ثانية تحاولين أن تتصنيم بي مرة ثانية حتى أحضر لك هذه الأشياء اللي راح تطردها لكن أولا نخلص الجسد والروح لازم نخسلها ونطلع هذه الأشياء حتى تكونين جدا بأحسن حال ومعافة للعلم بعد ما راح تروح من عندك هاي الحالة راح تشعرين حتى من داخل نفسي جيت أنت متغيرة لأنه التوابع التوابع تغير من النفسية تودي على غير حال شوفتش غير أمور بالضبط نفس نحن مريد نفسي تحال تعبانة حال يعني من كل الجهات من ابني من زوجي من كل الجهات كل هذا هذا إذا طلع تعبانة تعبانة كل شي راح تتنضي على الله الله هو المسبب الله هو الكبير ونحن مسببين ش راح تسويين بداية بداية أنه بس خلنت تسويلي هالخطوة حتى من أجيش أنا جاهزة معاش أقولت شون راح تسويين لحجيبين صحا بلور أبيض شفاف شفاف راح شنو تخليين بي طبعا أي زيت كان معاتش وحنا نحبذ كلش مهم أن يكون زيت الزيتون البكر يكون أفضل الأمور لكن أكون ناس تقولي شنوبات أنا ما عندي هاي أو ما موجودة أو ما وصلت له مثلا وش راح تكونين زيت زيتون شنو زيت زيتون البكر البكر وإذا يأصرون هسا بطريقة صحيحة شون راح تسويلي معايا حبيبتي أين أكو زيت الحلبة اللي هي سموها حبيبة النبي حبيبة الرسول طبعا هاي حايا أيضا إذا كنت تستطعين تأخذين قاطرها أيضا القاطر وإذا ما قدرتي البرش الجرش مالته أوكي تمام لح تخلي مع الزيت ويقرأ عليه سورة الجان تمام سورة الجان تخليين إما قاطر الحبة حبة القاطر مقطور يعني شيء زيته خنقول زيته وإذا ما قدرتي أجرشيها تمام ماكو إشكال المهب تتفاعل مع الزيت أوكي تمام سورة الجان راح تقرأ عليها تمام معايا نعم ويقر وسورة الفيل ولما توصلين توصلين إلى عبارة يجعل كيدهم في تضليل هالشكل فأرسل عليهم طيرا أبا بيل يرميهم بحجارة من سجيل كذلك ترمى عارضي كذلك يرمى عارضي 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 في ظهري في بطني في بدني في عيني في سمعي هاي التابعيدياها على صفحة مالتي كلش مهمة واتنفخين بهذا الموضوع ويخرج الصحن خارج المنزل حتى ينجم بعدياً مو ينجم خليشوف الهوى خليكون يبات بره وتجيبينه قبل المساق قبل لتنامين كون أعضاء الجسم راح يندلك بيها عندك علم راح تشعرين أنت تريدين تصيحين بصوات عالي لأنه راح يوجعش هذا الموضوع مسهل تطلع هاي العوارض من جسم الإنسان مع أنه تاخذين غطى جداً نظيف بحد نايم به وتتغطين به بعدين من راح تصحين من هذا الموضوع الغطى اللي تغطيتي به ممنوع يدخل بيتك شي دي في مكان ثاني تطلعي لأنه راح تكون به التوابع راح تنضفين بطريقة مطبيعية لحتشوفين نفسك غير شكل كأنه طالعة من حمام ساخن من ساونة تحسين حالة بدنة شكلك بدأ يتبدل وشك بدأ كأنه علامات تعبير حلوة بي راح تحسين أنه كل اللي ما حواليك وكنت في غيبوبة ثانية صراحة هذه التوابع جداً مؤذية وجداً السيطرة على حالة كلش ما حلوة بالنسبة للناس بعد ما تدهنين أعضاء كل الجسم كل جسمك لاحظي من أقول كل جسمك ما ريد أكمل شنو أقصد آني نعم واضح كلامي حبيبتي نعم بعدين خلاص وراها من راح تصحين بعد وراها هاي فترة كنتي عرقانة كذا هتحسين بالشيء أوكي إيجابي تستحمين بما يدافي وانتهى موضوعك عاودين الإتصال بي حتى نحاول أنه طبعاً خلاص صار الجسم سليم بعد أنه تمام بس أكو أشياء لتثبيت العافية وتثبيت الموضوع اللي إحنا سوينا أنا اللي حاطيك يا حتى يكون معاك محمول في وسادة أو مخدة أو في أي غرفة تكونين أنت للجلوس للحماية أي هالة هالة خضراء من أرقام وعلم الأرقام وعلم الإمام طبعاً موسى الكاظم حتى تكون أشياء أنا مريض أروج لأي جانب لكن هو هذا العمل اللي هو مدار العمل هي شيء وتخلص حالتش إن شاء الله طولنا إحنا نعتدر من اللي موجودين واللي بعدهم ده ينتظرون ويانا على الخط الآخر لكن أنت مريضة وهذا من حق تشعني معايا سهد إن شاء الله يا ربي راح تشوفين العافية والصحة وأنا مضطرة يعني أخذ اتصال هاتفي نعم آخر اتصال معانا كانت سهد الصحة والسلامة إليك سهد كملي هذه الأمور عودة الاتصال بي بعد نعطيك الأرقام حتى نكمل الحالة ويا ربي نسمع أخبار جداً إيجابية بحقك نعم إذن مشاهدين الكرام مو بس أتمنى أن الفقرة الصباحية تستمر معاكم لكن بعد صباحاتنا صباحات زاق روس مليانة بالمواضيع الحلوة ومستمرين لكم في صباحاتنا أنا بعد فاصل قصير راح نعود اتصال أو نحاول أنه زملائنا بالستوديو كاملوا فقراتهم الصباحية بس أنا راح أترخص معدكم وأقولكم باي باي